يو 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 رسوم متحركة مسروقة ومقلدة من رسوم متحركة مشهورة الجزء الأول ومزاجي وين؟ هنا أكيد هنا فيلم الأول هو فيلم النحلة اللي هو عبارة عن نحلة رفعة قضية على البشر بسبب سرقتهم للعسل فكرة هبلة عبيطة للفيلم بس الأهبل هو أن البنت اللي بالفيلم حبت النحلة متخلف الكاتب المهم ما علينا تم تقليد هذا التخلف بفيلم خطة النحلة اللي رسم شخصياته سيئ جدا لدرجة أنه صار أشبه بفيلم رعب وأخذ الفيلم تقييم 1.7 من 10 جابوا العار للنحل بهذا الفيلم الفيلم الثاني هو فيلم كونفو باندا اللي نجح نجاح باهر وساوله أكثر من جزء وبسبب نجاحه تم سرقته أكثر من مرة يعني مثلاً انسرق بفيلم مقاتل الباندا الصغير الفيلم فاشل والباندا اللي فيه مقاتل ورقاص مع بعض وات وأيضاً انسرق بفيلم الباندا ذو الركلة الخارقة اللي ركلته مو خارقة أبداً خارق شوفوه بعينكم وعلى فكرة نفس الشركة اللي سرقت الباندا سرقت فيلمين آخرين وكلهم فشلوا فشل ذريع شركة عبيطة جداً الفيلم الثالث هو الفيلم الرائع نيمو اللي نسرق أكثر من مرة كمان بس فيه سرقة كانت هي الأكثر وقاحة بلا منازع طبعاً الوقاحة مو بسبب تشابه الشخصيات بينهم فقط بل بسبب نسخه لسق القصة بطريقة بتتكلم عن الأديان بشكل غريب وعجيب لذلك فشل الفيلم فشل ذريع وحصل على تقييم 1.1 من 10 فشل خارق جداً أخرق فشل بالتاريخ الرسوم الرابعة هو ساوث بارك اللي نسخوه بالكويت غصب لعن ساوث بارك بسبب سخريتهم من المسلمين النسخة اسمها القطعة 13 وشخصيات كلها بتلبس عربي فيه وطبعاً هذه الرسوم أبدعوا فيها أهل الكويت وأنا بعتبرها النسخة أفضل بكثير من ساوث بارك رهيبة كانت القطعة 13 الفيلم الخامس هو فيلم الفقر الطباخ الرهيب اللي قلدوا بفيلم رتة توينغ الفيلم فاشل ومو متعوب عليه أبداً وجودة الصورة على حاسبة أسوأ جودة بالتاريخ والشخصيات مستفزة للدرجة أنه نفسي يدوس عليهم بصراحة من الآخر الفيلم السادس هو فيلم أب اللي قلدوا بفيلم واتس أب اللي هو فعلاً واتس أب شو فيل عنه شو هلهبه والفيلم الأخير هو مدغشقر اللي بعد ما نزل الجزء الثاني منه إجت شركة ونزلت فيلم سمته مدغشقر ثلاثة نزلت الجزء الثالث قبل ما تنزلوا الشركة الأصلية تخيل الحقارة؟ لا إذا اشتريت الفيلم وشغلته رح يطلع فيلم كلاب أحقر وأكلب سرقة في التاريخ اكتبوا لي أي فلم استغربته من نسخة المقلدة أكتر شيء واكتبوا لي إذا بدكم جزء ثاني وبس شكراً لكم على المشاهدة ومزاجي كان هنا سلام